اشتركوا في القناة وأن تكونوا كالريح المرسلة بلغكم الله أنتم ومن تحبون تمام الشهر في خير وصحة وعافية وشرفتنا اليوم شرفة قرآنية بعنواني فقه التدبر سنتحدث عن هذا المصطلح والشبهات المطروحة حوله وعن كيفية تدبر القرآن وبعض الوسائل في هذا التدبر وضيفي اليوم هو الدكتور عبداللطيف بن عبدالله توجري المتخصص في الدراسات القرآنية والمستشار العلمي لعدد من الجهات وله مجموعة من الكتب وهي تتبع الرخص بين الشرع والواقع قلاد الذكرى مشارق الآي ورسالة المجستير تدبر القرآن الكريم ورسالة الدكتوراه تدبر القرآن الكريم عند السلف الصالح حبيب الشعب أبو عمر يا مرحب أبنور الشرفة أياك الله الله يحييك بعبدالله وأنا سعيد جدا في هذه الاستضافة وأسأل الله الكريم أن تكون نافعة يا رب في البداية خلنا نسأل عن إشكالية المصطلح تاريخيا يعني المعروف في التاريخ أن الكتب هناك كتب تفسير تفسير القرآن طبيعي تفسير من كثير فما سمعنا بكتاب تدبر واللي في قديما فمتى برز هذا المصطلح مصطلح تدبر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحبه أجمعين أما بعد أنا أكرر الشكر لك أخي عمر والإخوة المستمعين وأسأل الله الكريم أن يجعل هذا اللقاء مرحوما مباركا كما ذكرت أنا أعجبني اختيارك العنوان أنه فقط تدبر ونحن مقبلون الآن على شهر رمضان شهر الخيرات شهر القرآن شهر البركات وهذا المصطلح خاصة في الآونة الأخيرة كثر كلام حوله وقد يكون الكلام من متخصصين وغير متخصصين لأن الاهتمام بهذا المصطلح وبهذه العبادة كثر في الآونة الأخيرة كثيرا حتى أصبح له مؤسسات وله مراكز وله رموز وله شخصيات فأتت طبيعيا ردت فعل فأتت إشكالات كثيرة نظرا لكثرة ما يطرح حول هذا المصطلح وبعضهم يقول يعني كسر باب التدبر كما كسر باب الاجتهاد قديما إذا صحت التسمية ثم دخل على ذلك العوام الذي لا يحسنون وهذا من باب صيانة القرآن الكريم وهذا صحيح لا بد أن يوضع له ضوابط لكن المصطلح كأي مصطلح يعني إشكالية التدبر المصطلح كمصطلح كأي مصطلح موجود في العلوم الشرعية فحين يأتي شخص مثلا يقول إشكالية المصطلح أنه لم يحرر مثلا أيضا يقال هذا على أكثر المصطلحات الموجودة هذا ليس نقدا موضوعيا علميا حول المصطلح فإذا رأت أن تنتقد المصطلح معين بحيث أنه لم يحرر هذا في اعتقادي أنه ليس موضوعيا وأنا شخصيا لست من عشاق يعني حسب المصطلحات لماذا؟ لأن التدبر هو مصطلح أولا لنعرف أنه قرآني جاء في سياقات كثيرة من آيات القرآن الكريم هذا أولا ثانيا أن السلف تكلموا به ثالثا أن هذا المصطلح القرآني أيضا مصطلح لغوي كبير وعظيم تكلم عنه أكثر من تكلم في الذي صنف فيه المعاجم اللغوية وغيرها تكلموا عن هذا المصطلح فهو المصطلح أصيل جدا أصيل في اللغة وأصيل في القرآن وأصيل في التاريخ وأصيل عند السلف فهذا المصطلح من جميع الجوانب ليس عليه مدخل لكن هل التصنيف من باب التصنيف أنت سألت سؤال عن التصنيف هذا لا يعيب هذا المصطلح ولا يعيب هذا الفن لأن كثير من الأمور حدثت بعد ذلك ثم صنف بها مثلا مباحث العقيدة مباحث عقادية مهمة جدا لم يتكلم عن هذا السلف وهي موجودة منثورة في القرآن وفي السنة لكنها ألف لاحقا بعدما احتاج الناس كثرة العجمة على ما يقولون هذه أسباب تأتي لاحقا وكذلك مشاريع كثيرة جدا يعني ربما مشاريع علمية لم يعني يأتي التصنيف بها والاشتغال بها إلا بعد مرور زمن وهذا ليس قدحا في المصطلح الأول طب قبل أن ندخل في هذه الشرفة وندخل في تفاصيلها ما هو التعريف الذي ترتضيه لتدبر أنا قبل هذا سمحت لي أسلم الآن مسألة خلنا نستطيع أن نقول بأ من الشق السؤال الأول جيد وهي هناك تساؤلات أو نقط كثير جدا على المصطلح لأنه لم يتفق عليه مجموعة من العلماء أو الذين اشتغلوا بهذا الفن الذي هو التدبر لم يتفقوا على مصطلح واحد محرر هذا سمعناه كثيرا ربما أنا سمعته من بعض المتخصصين يعني بعض المتخصصين كان ينتقد التدبر ويشتغل به بشكل يعني عام وليس بشكل تفصيلي يعني نريد يعني ما نذكر الأشكلات التي ذكرها كثيرة لكن قال مثلا أنك لو جمعت خمسة من المشتغلين بالتدبر لم يستطعوا أن يتفقوا على تعريف واحد أحسنت هذا ليس أنا في اعتقادي هذا ليس نقد موضوعيا وليس نقد علميا لماذا؟ لأنك تستطيع أن تقلب في كل فن ممكن في كل فن أحسنت التفسير الآن لو تجمع مجموعة من المفسرين الكبار لم يتفقوا على تعريف واحد بل إنني أحصيت يعني مجموعة تعريف التفسير وجدت أكثر من عشرين تعريف أول من عرف التفسير من خلال بحثي المتواضح هو الثعلبي والثعلبي متوفى سنة 427 هجري عرف التفسير بأنه كشف المنغلق من المراد بلفظه وشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله وتعالى ذكر هذا التعريف فإذن من عند الثعلبي إلى الشيخ بن عثمين الذي هو ارتضاء كثير من المعاصرين الذي هو بيان معاني القرآن الكريم كم تعريف مجموعة كبيرة جدا فحيننا نقول إنه لم يتفق مجموعة من المتدبرين المشتغلين بالتدبر ما يقدح هذا في تدبر هذا يقدح أن جميع هؤلاء الخمسة أو المجموعة المشتغلين بالتدبر يتفقون على معنين أنا يعني من خلال البحث وفيك ندوة وكتاب كامل في التدبر مفهومه مفهوم التدبر وآلياته إلى آخر هذا المفهوم أنا جرت تعريف المعاصرين وغير المعاصرين وجدت أنهم يتفقون على معالم محددة في التدبر لا يختلفون فيها أنه أولا ينبني عليه الفهم أو التفسير على عبارة البيان وهو العلم ثم لا بد له من العمل يعبرون بتعابير كثيرة جدا لكن هذه الركنين الأساسية هذه الأساسية موجودة في كل تعريف فإذن يعني ليس من باب أنك تنتقد المصطلح وتقول أنه المصطلح لم يشتغل بالسلف أو يقول أن المشتغلين بالتدبر لم يستطع أن يحرروا مصطلح التدبر هذا أنا في اعتقادي هو نقط انطباعي ليس انتقاد علمي لأن هذا يجري على جميع المصطلحات أصول الفقه كم تعريف له الفقه كم تعريف له المقاصد كم تعريف له حتى الذين المشتغلين في المقاصد والمشتغلين في جميع الفنون ما يتفقون على تعريف محدد بعينه ولكنهم يتفقون على معالم رئيسه في هذا الفن فهذا أنا في اعتقادي أنه ليس أن جميع من تكلم عن التدبر من الضحاك من توفي سنة 106 حتى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يتفقون على معاني مهمة اللي هي النظر الفهم البيان التفسير ثم لابد له من العمل هذا معايير مهمة جدا في أكثر من عرف التدبر سواء عرفه استقلالا أو عرفه تفسير لآيات التدبر جميل طيب تعريفك له التدبر أحسنت أنا والله يعني تعريف كثير جدا في التدبر وهذا سؤال يكثر يعني ما هو التدبر ما هو التدبر ما هو التدبر وهذا كثير جدا إذا أردنا أن نأخذه أن نأخذ التعريف كحد يعني نريد أن نجعل له تعريف أنا ذكرت لك أن التعريف كثيرة جدا حصيت أكثر من كنت تقريبا 15 تعريفا للتدبر من الضحاك إلى الشيخ محمد الأمين أو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لكن كلهم يتفقون على معنى محدد لكن المهم جدا أن يعرف المتدبر ما هو المصطلح الذي يرتضيه ويفهمه فنحن نقول هناك معلمان المعلم الأول هو العلم والمعلم الثاني هو العمل فلا تدبر بلا فهم ونظر ولا تدبر بلا عمل والتعاض هذه معلمين أساسيا طيب ما هو يعني ما هو التعريف الذي أرتضيه أنا عرفت التدبر لكنني أرتضي تعريف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان عرف التدبر تعريف يعني شامل اعتقادي وفي نظري وميزة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أنه جمع بين يعني ميزات كثيرة أولا أنه أصولي فحدوده يعني مضبوطة محددة ثانيا أنه لغوي عارف في اللغة ثالثا أنه مفسر فاجتمع له عدة من الميزات هذا اللي يجعلني أختار التعريف الذي ارتضاه رحمه الله فقال تدبر القرآن الكريم تدبر آيات القرآن الكريم قال أي تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها والعمل بها هذا الذي أرتضيه من التعريف من أراد يعني التعريف السليم الذي خرج من رحم العلماء رحمه الله أي تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها والعمل بها هذا ما أرتضيه من التعريف جميل بناء على هذا ما هو الفرق بين التدبر والتفسير أحسنت أحسنت هذا سؤالي أكثر هل هناك افتراق بين التفسير والتدبر في اعتقادي أنه فيه شرق والذين يتكلموا عن التفسير والتدبر ذكروا فروق كثيرة لكن لعلنا نذكر أبرز هذه الاختلافات قبل هذا أبو عبد الله تسمح لي التدبر هو لفظة لغوية حقيقة لغوية لم تنتقل إلى حقيقة شرعية مخالفة يعني مثلا كلمة الصلاة الصلاة لغة الدعاء حقيقة لغوية طيب في الشارع ياقوا اختلفت لكن التدبر لا وهذا الذي في اعتقادي يجعل العلماء السابق لم يعرفوه لأنه معروف عندهم يعني إذا قلت تدبر بما يضاف إليه فالتدبر عندهم كلمة معروفة وهي النظر في عواقب الأمور ما لها استلاحا أو شرعا ما لها التعريف لا أنا قصدي أن هذا تسبيب لمن يقول لماذا لم يعرفوا العلماء قديمان أو لم يشتغلوا ولم يتكلموا به نقول هو حقيقة لغوية انعكس الحقيقة الشرعية فمثلا الجرجاني بالتعريفات ذكره قال نظر في عواقب الأمور لغويا وهذا هو المقصود في الشرع لكنه بما يضاف إليه فإذا قلت مثلا تدبر الكلام هذا يضاف إلى التدبر أنت تنظر في عواقب هذا الكلام مثلا تدبر الكتاب أيضا بما يضاف إليه فإذا قلت تدبر القرآن الكريم أو تدبر آيات القرآن الكريم فهي حقيقة لغوية انعكست على الحقيقة الشرعية فهذا الذي جعل العلماء السابقي لم يتكلموا به كثيرا ولم يعرفوه ولم يعني يضعوا له حدودا لأنه حقيقة شرعية لغوية حكست على حقيقة ومهناك مصطلحات كثيرة ترى مثل هذه المصطرة هذه الأفتة جميلة سأل الله إليك نعود للسؤال الفرق بين التدبر والتفسير نحن نقول نقطة مهمة اللي هو لا تدبر بلا تفسير أيذن بعض المتخصين يقول لا تدبر بلا تفسير الأدق في اعتقادي ولا مشاحة في الاسطلاح لكن الاعتقادي الأدق وهو الذي نبع عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا تدبر بلا فهم والفهم يختلف عن التفسير أو تقول ماذا تريد ماذا تقصد في التفسير إذا كنت تقصد التفسير الذي هو بيان المعاني واستنباط الأحكام فهذا ليس المقصود هنا لكن إذا كنت تقصد التفسير هو البيان فإذن هو المقصود فإذا نقول لا تدبر بلا تفسير لا تدبر بلا فهم بمعنى أنك لا تستطيع أن تتدبر آيات الله عز وجل إلا لابد أن تفهمها فهما صحيحا كل إنسان حسب وسعي وحسب طاقته فالفرق الأول من هذا الفرق الأول بين التفسير والتدبر هو أن المقصود الأصلي للتفسير هو بيان معاني القرآن الكريم هذا التعريف الذي ارتضى كثير من المتخصصين وهو تعريف الشيخ محمد بن عثمين إذن المقصود الأصلي للتفسير هو البيان جميل لكن التدبر هو بيان المعاني والاهتداء بها يعني أنك تتدبر ولا بد أنك تهتدي وتمتثل هذا الفرق الأول الفرق الثاني أن المفسر غرضه الأول العلم بالمعنى العلم بالمعنى المتدبر غرضه بعد ما يعلم العلم بالمعنى الانتفاع والامتثال يعني المتدبر لا بد أن يقرأ يريد أن يمتثل لكن المفسر ليس شرطا أنه يمتثل ولذلك هل فسر القرآن أناس غير مسلمين؟ مستشرقين فسروا القرآن هو موبخ بالقرآن لأنه لم يمتثل ولم يتدبر فهل يفسر للقرآن أناس غير مسلمين أو أناس؟ نعم لكنه لا يتدبرون لم يمتثل أيضا الفرق الثالث وعن نكتفي به أن التدبر من أكبر مقاصد التفسير فالمؤمن مطالب بالتدبر حسب وسعي كما ذكرنا ولا يكون ذلك إلا بالفهم والبيان والتفسير هذه نقطة مهمة وهي أن التدبر من أكبر مقاصد التفسير يعني أن المفسر المسلم المؤمن هو يفسر لماذا؟ ليهتدي ليس كذلك؟ جميل فهو مقصد من مقاصد التفسير الكثير من المفسرين هو فسر القرآن لأنهم يدرون عظمة القرآن وريدون أن يمتثلون القرآن فهو مقصد من مقاصد طيب نريد أن نذكر مثال نفرق هذه الفروق هذه مثلا خي عمر له أتينا إلى الصمد الله الصمد المفسر سيقول الصمد كما ذكر أكثر من العلماء قال مثلا الذي تصمد إليه الخلائق الذي تصمد إليه الخلائق أو الذي تحتاجه الخلائق ولا يحتاج إليها أو لا جوف له على أقوال السلف المعروفة هذا تفسير لكن التدبر ما هو أنك تقول مثلا أنه لا تحتاج إليه أنه لا يحتاج إلى الخلائق والخلائق تحتاج إليه فهذا ينبغي لك أيه المتدبر أن تصمد إلى الله عز وجل وتتعلق به هذا هو التدبر وتمتثل لهذا فهذا هو التدبر الأول اقتصر على التفسير ثم الآخر لم يقتصر على التفسير إنما التفسير والابتداء والامتثال والاهتداء والاتعاض من هذه الجملة العظيمة التي هي اسم من أسماء الله عز وجل هل بس من الفروق نتكلم على المخرجات من التفسير والتدبر يعني مثلا هل من مقاصد التدبر أنه يخرج بمخرجات مثلا الأحكام وهذه من مقاصد المفسر أن يجوز أو لا يجوز طبعا هذه نقطة التدبر واسع وكل من يضع له حد يعني يمتثل له بعض الناس يقول أصلا المسلم مطالب بالتدبر كاملا يعني أنت حينما تصلي أنت متدبر لأنك امتثلت وأقيم الصلاة أنت تزكي فأنت متدبر لأنك امتثلت الزكاة أنت لا تسرق امتثلت قوى الله عز وجل فهذا حياتك هذا تمتثل لكن المفسر حينما مثلا يأتي ويبين أحكام الله عز وجل هو أيضا المتدبر هو المتدبر لكن النية مهم جدا هنا يعني نيته ماذا نيته أن يريد مثلا بيان هذه الأحكام للناس وبث العلم النافع وبث رسالات الله عز وجل للناس هذا كله يدخل في مجال التدبر جميل طيب بخصوص موضوع تدبر مما يرد على التدبر أن الآيات التي ذكرت في القرآن عن التدبر هي أربع آيات ثنتين كانوا مخاطبين بها الكفار ثنتين مخاطبين بها المنافقين فكيف أن أمر المسلمين بالتدبر وهم لم يخاطبوا بالتدبر في القرآن يا السلام ماشاء الله جميل فعلا ما ذكر يعني هذه مهمة نقطة مهمة أن آيات التدبر هي أربع آيات إثنتان منها مكيتان وإثنتان منها مدنيتان إثنتان نزلت في حق المشركين والكفار وإثنتان في حق المنافقين طيب أين المؤمنين؟ لو سمحت لي عمر أن نبدأ نذكر الآيات على الصياق التاريخي مثلا أول آية وهذه مهم جدا أن يعرفها للتدبر هذه الآيات كيف نزلتها يعني في الصياق التاريخي جميل أول آية نزلت هي آية سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكروا الألباب هذه الآية الأولى وهي نزلت في مكة لمن؟ للمشركين للكفار أحسن الثانية أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين هذه في صورة المؤمنين أو عن نحو في صورة المؤمنين لكن هذه الآية أيضا لمن؟ للمشركين نزلت في مكة هذه للمشركين أما المنافقين فهي قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير هذه في صورة النساء ثم نزلت بعد ذلك آية أشد توبيخ من السابقة وهي آية فيها استفهام إنكاري أوجبة التدبر وهي قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله أم هنا يقول المفسرون بمعنى بل يعني منعهم التدبر القفل من الشبهات والشهوات فأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله في صورة محمد صورة القتال وهي مدنية فإذن أين المؤمنين؟ جميع يعني الآن هذا سؤال مهم جدا جواب بكل يسر وسهولة هي أن تعرف كثير من خطأ من آيات الكفار المخاطفية الكفار والمشركين هي أصلا في الأصل والمقام الأولي يتكلم عنها كثير من المفسرين أنها أصلا تحذير لنا وتوبيخ لهم فحينما تسمع آيات تنهى اليهود عن مثلا أكل أموال الناس بالباطل أو الأمر هي لنا أصلا هي توبيخ لهم وتحذير لنا أن نقع موقعهم هذا الجواب الأول فهي الآيات كلها هي نزلت في سياق غير المسلمين لكنها هي تحذير لنا من أن نسلك هذا الطريق وهو عدم التدبر وعدم أخذ القرآن وعدم الاشتغال به ومن نفس الوقت توبيخ لهم لأنهم تركوا هذا هنا تنفع العبارة العبر بعموم اللفظة بخصوص سبب نعم أحسن هذا يدخل فيها النقطة الثانية وإذا أردنا على سبيل التحقيق هي أن في قول الله عز وجل وهي الآية الشامعة أول آية نزلت في التدبر ذكرناها هي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته هناك قراءة سبعية ذكر ابن جليل وغيره من القرآن قال لتدبروا وليس ليتدبروا يعني كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبروا آياته المعنى أي لتدبر أنت يا محمد وأتباعك ذكر ابن جليل وغيره فهذه آية صريحة في خطاب للمسلمين طيب عودا لنقطة تدبر عند السلف هل السلف تكلم عن التدبر والأثار التي نهت عن تفسير القرآن عن تفسير القرآن بالرأي ما موقعها من موقع حديثنا عن التدبر الآن أبو عبد الله السلف نعم تكلم عن التدبر ولهم مصطلحات كثيرة جدا وجميلة ويشتغلوا به حتى من جمع يعني كثير من المنتقدين أو من من سمعت لهم بعض المقاطع قد ينتقد بناء على الظاهرة الموجودة المعاصرة أنت المفترض علميا وموضوعيا أنه يبحث عن مصطلحات السلف نعم السلف تكلموا كلام كثير جدا يعني من أجمل عبارات التي اطلعت عليها وعجبتني وأنا كتبت مقالة بهذا العنوان هي عبارة الحسن البصري قال وما تدبر آياته إلا اتباعه بعلمه وما تدبر آياته إلا اتباعه بعلمه وهذا يعود على الموضوع الأول عندنا أن التدبر لا بد له من العمل فيختلف عن التفسير يعني يقول لك لا بد أنك تتبعه بعلم هذا هو التدبر آياته وهناك عبارات كثيرة جدا لكن من خلال فهم تحدثوا عنه لكن اختبت العبارة عنهم نعم وتكلم عنه كثير لكن المثال الذي يجسد مفهوم السلف علميا وعمليا أثره أبي عبد الرحمن السلام المشهور جدا الذي رواه جمع من الصحابة رواه خمسة تقريبا ذكر ابن جرير وسنده صحيح له طرق منقطعة لكن له طرق متواصلة هي التي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأخذون عشر آيات لا يتجاوزون هالعشر حتى يتعلموا العلم والعمل العلم لاحظ العلم والعمل قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا أبو عبد الرحمن السلامي ذكر الذهبي طبعا سبحانه خذي لطيف اسمح لي نخلج قليلا أبو عبد الرحمن السلامي هو من أكبر قراء أبو عبد الرحمن السلامي هذا هو الذي راوي حديث الذي في البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه عن عثمان رضي الله تعالى عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه يذكر الذهب في السيار أنه جلس في جامع البصرة يقرئ الناس أكثر من أربعين سنة ثم كان يقول هذا الذي أقعدني هذا المقعد الحديث هذا الحديث الله أكبر التزم يعني ناظر التزم الله أكبر تدبر الحديث هذا الحلم أيوة تدبر حديث وامتدل وهو الذي يروي الحديث الذي قلت لك تعلمنا العلم والعمل إذن نحن نستطيع أن نأخذ مفهوم عظيم جدا من هذا الأثر وهو كما ذكرت لك سابقا أن السلف عندهم لا تدبر بلا فهم ونظر الذي هو الركن الأول هو العلم النقطة الثانية لا تدبر بلا عمل واتعاض وهو الركن العمل لابد لهم من علم وعمل جميل ممتاز طب إذا سألنا الآن ودخلنا أكثر في موضوع التدبر ما هو حكم التدبر أحسنت يعني أنك كانت تقول وعبد الله أنك الآن مع الكلام هذا طيب ما حكم التدبر هل هو واجب جميل للمسلم الآن نخاصف رب الله الآن الناس بتقرأ ما حكم التدبر صحي هذه المسألة سبحان الله بحكي لك حكاية هذه المسألة هي كانت فقرة من فقرات البحث عندي في لسالة الماجستير وأخرتني كثيرا لأنني بحثت جلست على الفقرة هذه أكثر من شهر يعني تواصلت مع مختصين وبحثت وكذا أريد أحرر المسألة هذه ما حكم التدبر يعني هو مسألة أصولية فرضية فعلا هل المطلوب من جميع المسلمين يتدبروا أو فقط العلماء أو فقط المختصين أو فقط الذين يفهمون مسألة الغريب أني لم أجد فيها خلافا عجيب على هذه الخلافة ما لقيت خلافة أنا كنت أتوقع أن في خلافة يعني في قولين لن في قول بعض المشايق العلماء معاصلين قول لكن حينما يعني سمعت المقطع رأيت أنه لا يقصد التدبر بالمصطلح المعروف لكن كانه يعني يفهم منه أنه سنة لكن ماذا يقصد في التدبر لو تسأله ماذا يقصد في التدبر فهو إذن داخل في الإجمع بس من يعني لكن من أول من تكلم عن التدبر من خلال بحثي أول من تكلم في التدبر هو وجدت أنه ابن حزم بن حزم نص على قال وتدبر القرآن فرض هذا ابن حزم الأول ثم بعد ذلك تبعه الشوكاني نص على أنه واجب ثم محمد رشيد رضا ثم الشيخ محمد العثمين قال وآية سورة صاد قال تدل على أن تدبر القرآن واجب إذن الحكم العام أنه يجب تدبر القرآن لكن فيه تفصيل جميل ما هو التفصيل يعني حينما نقول أنه واجب لأنه نزل به القرآن يعني لو تنظر إلى العلة في نزول القرآن قال كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا ليتدبر هذا علة نزول القرآن يعني أحد مقاصد نزول القرآن التدبر أنك تتدبر وتمتثل وتعمل لكن هل هذا يجب على جميع المسلمين نقول هو في الأصل واجب عام لكن فيه تفصيل والتفصيل هذا أعجبني فيه أنه الذي ذكره الشيخ نعود إلى نقطة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وذكره أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين رحمه الله وتعالى فصل تفصيل رائع وبهي يزول إشكال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وتعالى قال كل من له القدرة على التعلم والتفهم له حق التدبر على حسب هذه القدرة يعني كأن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية هو واجب على كل شخص لكن على حسب قدراته وطاقاته فالعامي ولذلك سبحان الله شيخ الإسلام بن تيمية حينما سأله ابن عبدالهادي أو أحد تلميته أن يفسر القرآن قال أكثر أبين ولكن أفزئ أن نتكلم عن آيات أشكلت وهذا الذي تراه يعني أكثر القرآن بين للعوام وبين للناس فحينما يسمع قال الله عز وجل فلا ينظرون إربي كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت والأرض كيف سطحت هذه واضحة بذهن حتى غير متعلم غير الذي يكتب وهذا أكثر القرآن لكن الآيات المشكلة أو الآيات التي فيها غريب هذه لا تجب عليه إلا بحسب قدرته وتفهمه فهو واجب لكن كل حسب طاقته وفهمه ممتاز نعم فإذا فهم فهم الآية فهما سليما وصحيحا يجب عليها أن يمتذر لها وهكذا لكن لا يطالب مثلا بعض الناس يقول أنه واجب التدبر يعني بما أنه الاستنباط والاستخراج الأحكام وهذه لا نقصد هذا مرتبة علية جدا نقصد الامتثال الذي ينشأ من علم صحيح والعلم الصحيح له وسائل كثيرة ربما نأتي إليها طب هنا يتفرع سؤالين السؤال الأول بناء على هذا الكلام هل يقال أنه من يقرأ القرآن وهو يهده كهذا الشعر أو يقرأه ساهي آثم جميل هناك فرق بالمقامين مقام التلاوة لأجل الأجر ومقام التعبد لأجل الامتثال فهذا تكلم عنها الفقهاء وأذكر من تكلم عنها ونص عليها النووي وكان عندي كانت تساؤلات فيها الذي هو أحيانا تأتي مواسم مثل رمضان أو مثلا عصر الجمعة فأنت ضطر للهذ لأن رمضان تكثر من التلاوة وكذلك في عصر الجمعة لكي لا يفوت الوقت تقرأ سورة الكهف فهذا لا يتعارض أن الذي يقرأ القرآن هذن لكن بحضور قلب وامتثال أو لقصة المراجعة والحفظ هذا لا يتعارض فيه لكن هل هو يصلي هل هو يزكي هل هو يمتثل هل هو لا يقول الحرام هل هو إذا مرت عليه آية تذكر دمعت يعني كل هذه الأشياء تدخل في التدبر التدبر شيء نسبي يعني يزيد وينقص فالذي يقرأ القرآن هذن لأجل المراجعة أو لحفظ أو لأجل الوقت هذا كله لا بأس به ولا يتعارض مع التدبر على كده يعني ما أحد ممكن آثم يترك التدبر إذا كان يصلي إذا كان كده هذا المفهوم آثم من جهة وغير آثم من جهة ماذا يقصد النسبية تقصد يعني لو جاء إنسان مثلا يقرأ القرآن والقرآن يلعنه هذا يأثم يعني مثلا إنسان يقرأ قول الله عز وجل مثلا نهي عن الغيبة ولا يغتاب بعضكم بعض ولا يغتاب هذا المتدبر هذا يأثم إذن يأثم من هذا الجهة واحد يسمع الله عز وجل يأمر بالصلاة ولا يصلي يأثم شخص يسمع الله عز وجل يأمر بالبر بر الوالدين ولا يبر والديه ولا تقول له ما أف هنا يأثم وهكذا طبعا نريد حنا أن نقول للقراءة حتى الاستماع الاستماع الترفيه تدبر يؤجر عليها الإنسان وهي داخلة في معاني التدبر والقراءة طب لو شقنا للسؤال الثاني من له حق التدبر أحسنت يعني لو قلنا واجب من له حق التدبر ممتاز هذه النقطة أيضا تكلم عنها يعني جمع العلماء وهي أنه كل المسلمين له حق التدبر لكن بشرط وهو أنه يكون تدبر ناشئ من علم وفهم صحيح ولذلك ابن هبيرة له كلمة جميلة يقول من مكايد الشيطان أنه يأتي لابن آدم ويوسوسه له ويقول لا تمتثل هذه الآية ولا تدبر هذه الآية هذه مخاطرة فبعض الناس يقرأ يهد على كلامك ويجلس سنوات لا يفهم القرآن من باب أن هذه مخاطرة لا تتكلم مثل ما ذكرت هذا القول بالرأي وبعض قوال السلف في هذا فيأتي يجلس عليه زمن طويل جدا لا يفهم عن الآيات من باب أن هذه مخاطرة وهذه من مكايد الشيطان كما يذكر ابن هبيرة الواجب عليه أنه يقرأ القرآن لكن إذا ما فهم خاصة فهم الآية يسأل كيف يتدبر الإنسان جاينها إن شاء الله لا أتي إليها بإذن الله طيب لا أنا أبغى أتدبر هل في مرحلة قبل التدبر فعن الاستعدادات القلبية والإيمانية هل هناك شيء قبل لا يتدبر يستعد فيه القارئ يعني مرحلة ما قبل التدبر مرحلة ما قبل التدبر صحيح هذه هي مقطة مهمة جدا سبحان الله ولها أثر لأن القرآن نور ومن لم يجعل له له نور فما له من نور فأنت لا بد أن نسميها المرحلة قبل التدبر من التهية وهي أغالبا قلبية ولذلك لو تتأمل أخي عمار في قول الله عز وجل قال وإنه لتنزيل رب العالمين القرآن نزل به الروح الأمين على ماذا على قلبك يعني القرآن هو محل القلب هو محل ومحط تنزيل القرآن ولذلك قول الله عز وجل المنافقين الذي ذكرناه قال أم على قلوب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إذن القلب هو عملية أساسية مهمة جدا جدا الانتفاع والتدبر والامتثال فإذا كان قلبك فيه غش أو تدليس أو كبر أو حسد أو بدعة أو معصية كما يذكر الزركشي لا تنتفع غالبا في القرآن فنحن نستطيع أن نسميه التهيئة القلبية للانتفاع بالقرآن والامتثال والتدبر فمنها أولا أن تستشعر عظمة القرآن الكريم يعني حينما تستشعر عظمة القرآن الكريم هذه كيف تأتي عظمة القرآن الكريم تأتي من عظمة المنزل سبحانه وتعالى أن الله عز وجل هو الذي نزل هذا القرآن وهو الذي تكلم به كما ذكرنا يعني عظمة في القرآن تتجلى من كل جهة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين يعني نزل بواسطة خير الملاعكة جبريل عظيم على قلبك على الرسول يعني عظمة تتجلى من كل جانب فأنت استشعرت عظمة أن هذا القرآن نزل من عند الله عز وجل ولقد أتيناك سبعا من المثاني سماه الله عز وجل قال والقرآن العظيم والقرآن العظيم يعني هذا دليل على أن القرآن عظيم جدا إذا استشعرت أي المتدبر أن هذا القرآن عظيم وأنه نزل للتدبر والإمتثال هذه يعني فتحت أبواب كبيرة جدا يعني صح يكفي أنه كلام الله عز وجل إليك أيها المسلم وأيها الإنسان فهذا يدل على عظمة عظيمة جدا إضافة إلى من الأشياء المهمة هي طهارة القلب وأذكر هنا قولة جميلة جدا لأمير المؤمنين الذي عرف بالقرآن ومات وقتل رضي الله تعالى والقرآن منشور بين يدي قال لو طهرت قلوبكم ما شابعت من كلام الله وهي مقولة ذكرها ابن تيمية وذكرها ابن القيم ذكرها في بعض المواضع لو طهرت قلوبنا ما شابعت من كلام الله وهذا هذا الدليل والدليل قول الله عز وجل أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أكفالها أيضا من النقاط المهمة هي الحذر من الموانع التدبر موانع التدبر كثيرة جدا وأهم وأخطر هذه الأشياء الإصرار على المعاصي الإصرار على المعاصي كلنا نعصي كلنا نذنب لكن لا تسر وذلك ذكر عن القتادة يقلع الزوج ولم يسروا على ما فعلوهم قال إياكم الإصرار فإنما أهلك من كان قبلكم الإصرار فحينما تسر على المعاصي لا غالبا ما تنتفع بالقرآن كثير من الناس يسمع الإمام يقرأ لكن لا ينتفع كثيرا هذا يدل على ماذا على أنه يحتاج إلى تهيئة وتنقيها لقلبه هذه نقاط مهمة جدا جدا ولذلك سبحان الله عز وجل آية سورة المنافقة الأخيرة التي فيها توبيخ إنكاري قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قالوا مفسرون القفل هنا قفل من الشبهات وقفل من الشهوات فأنت لا بد أن تتخلص من الشهوات والشبهات ولا تسر عليها بإذن الله عز وجل تنتفع بإذن الله الله يجعلنا أن ننتفع آمين يا رب آمين طب هذه السعدات القلبية فيه سعدات عملية يعني أذكر العلماء جملة أساليب منها من الأسباب مثلا الترتيل أنا كذا رتلت غالبا فاهمت معرفة التجويد والوقوف والابتداء مثلا قراءة تفسير أو غريب قرآن السؤال أهل العلم الفهم لغة العربية أساليب اللغة العربية أسأل أسباب كثيرة جدا وغالبا لا يأتي يعني ليس هناك مؤلف تكلم التدبر أو مؤلفات التدبر وهي بالمناسبة بلغت أكثر من مئة وعشرين مؤلف ماشا الله متنوعة طبعا ولأنها دراسة رصدية لها وتحليلها بعضها يعني رصدية تحليلية نقدية بعضها تتكلم عن أسباب مباشرة وهي كثيرة أسباب كثيرة جدا أنك كيف تتدبر الخارطة العملية للتدبر فهي منوعة طب دم جاء طاري التفسير لأن الكتب التفسير تختلف غاياتها والمقاصد من تفسيرها ما هي كتب التفسير التي ترشحها وتكون معينة على التدبر جميل هل نستطيع أن نغير السؤال نقول ما هي أول خطوة في التدبر يعني من هذا الجانب مثلا جميل أنا في اعتقادي هذا رأيي شخصي أنه أفضل طريقة لمن أراد أن يتدبر قبل قراءة التفسير قبل قراءة التفسير هي معرفة غريب القرآن أنك تعتمد كتاب في غريب القرآن لأنك الآن إذا أردت انتقل القرآن كلمات أحيانا ما تعرفها والليل إذا عس عس كما ذكرنا يمكن بعض الناس لا يعرف الصمت أمور كثيرة جدا تمر على الإنسان وهي ألفاظ أن القرآن لا يعرفها إذن الخطوة الأولى أنك أول خطوة لتدبر القرآن الكريم أنك تفهم غريب القرآن في كتب ترشحه في هذا؟ والكتب كثيرة جدا على حسب الشخص لكن كتاب الذي أرى له حضور سأل الله الكريم أن ينفع به يعني كتاب السراج كتاب السراج يعني ميزة هذا الكتاب أنه مختصر وأنه بعيد عن التأويلات واقتصر على المعاني المهمة أيضا هناك الغريب القرآن الذي أخرجه مصحف الملك فهد هذا متميز وكتب كثيرة جدا وإذا أراد المتوسط المتوسط وهذا أنا أحب يعني أذكر بعض من يسألني من الإخوة الكرام هو تفسير غريب القرآن غريب القرآن بالقتيبة ابن قتيبة سبحان الله هذا الكتاب عجيب جدا وطبع مؤخرا الآن بطبعه رائع يعني رائع ورائقة ومجلد واحد واقتصر على غريب القرآن ببيان جميل ابن قتيبة هو يعني كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هو خطيب أهل السنة بالمقابلة خطيب هالمعتزل الجاحة فشيخ الإسلام كان يعني يأفخر بابن قتيبة ويثني عليه كثيرا ابن قتيبة إمام إمام باللغة وإمام في التفسير فهذا التفسير الغريب تفسير غريب القرآن هو مجلد لو الإنسان مثلا وضعه في رمضان يعني أنتهى منه وميزة هذا الكتاب سريع لكن هو المتوسطين المبتدئين يبدأ بكتب صغيرة إما السراج أو غيره من التفسير لكن مهم جدا خطوة الأولى هي معرفة الغريب ثم بعد ذلك ننتقل إلى تفسير ومن أجمل التفسير رسالك الأول أنا في اعتقادي وهذا يعني رأي بعض المتخصين أن الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره هو أقرب للتدبر من التفسير وإن كان هو التفسير والتدبر متداخلان لكن يا ابن سعدي يهتم كثيرا في الاحتداء في التوجيه وأنا أشبهه بقتادة رحمه الله تعالى قتادة لو جمع التفسيرات قتادة تجد أنه دائما يفسر ثم يخاطب الذي أمامه من تلاميذه من أحد يسأله يقول فإياكم تبادروا يفسر الآية ثم يوجه الخطاب لهم شيخ بن سعدي كذا يعني كأن يفسر القرآن لكنه يخاطب وجدانك ويأمرك بالفلاح والنجاح والاهتداء في القرآن فأنا أرشح تفسير بن سعدي كثيرا كثيرا يعني هو جمع بين التفسير والتدبر طيب هذه الخطوة الأولى الآن الغريب وفي خطوة ثانية ثم بعد ذلك تنتقل من مرحلة لمرحلة يعني أنت تستطيع أنت بعد ذلك إذا أردت أن تنتقل لمرحلة أعلى تنتقل تفسير أكبر ويعني هناك تفسير كثيرة جدا تكلمت عن مثلا التدبر واهتمام بالخطاب المباشر الوجداني لالقلب يختلف من تفسير لتفسير لكن أهم موضوع أنك لا تتدبر آية لا تعرف معناها أو تتدبرها خاطئا إما أنك ترجع لتفسير موثوقة مهمة وإما أنك تسأل أهل الذكر فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا سألت أهل الذكر والعلم يبينوا لك بإذن الله عز وجل لأن بعض الناس يمتذل أو يتدبر وقد يكون تدبر خاطئ يعني هنا أنا كان عندي سؤال في هذه النقطة هي يشعر مثلا كيف أعرف صحة تدبري لأنه أحيانا مثلا أنت تعرف في هذا الزمن كل واحد مملو بأفكار فيها من ناس صح والخطأ وقد يقرأ بعضهم القرآن قراءة رغبوية يعني هو عنده أفكار ومعتقدات معينة فهو يقرأ القرآن قاعد يفسر الآيات أو يتدبرها بهذه المعاني الفراسة مثلا أقربها معنى الحرية الواسح هذا كيف يسلم من أنه نحن نأمر بالتدبر ويسلم من إنحراف أنه يحرف مقصد الآية بالتدبر هذا صحيح يعني بعض الناس يسمي أن يقول القراءة الحرة وكثير من الناس يقول ليش يعني القرآن هو خطاب للمسلم مباشرة فأنت لا تجعل بينك وبين وسيط فأذكر من بعض الإخوة أو يعني ذكر هذا قال أنا الخطاب لي مباشرة فعلى طول سأتدبر فقال له أحد الإخوة لو ذكرت لك بعض الآيات قد لا تعرف معناها وأنت بهذا أنك إذا ما استطعت أن تتدبر إلا بطريق قد يفضي لك إلى الخطأ الخطأ كثير فالتدبر لا بد له من محتوى ومعرفة فإذا أتينا لبعض الآيات إذا تدبر منها تدبرا بنفسه وخاصة من كثير من الناس يعني مقومات عنده يعني عما قال حسن البصري أهلكتهم العجمة يعني أخطاء لغوية لا يعرف سياقات اللغة لا يعرف اللغة العربية لا يعرف المعاني والدللات وثم بعد ذلك يتدبر وهو أيضا لم يقرأ ولا تفسير هذه ليست قراءة حرة هذه عبث هذا عبث وهذا الذي جعل كثير من المعاصرين التي ذكرت لك أحسب أنه ردت فعل لها أو مثل هؤلاء الذين يتطاولون على القرآن بلا مقومات ليس عندهم مقومات فتأتي أمور كثيرة من الأخطاء الآن إذا كان السلف والصحابة رضي الله تعالى يعرضون يعني على بعض ويسألون أن تأتي مباشرة تتدبر على طول أو تفسر على طول هذا إشكال كبير التدبر لا بد لهم ينفهم والفهم الصحيح الفهم هذا كيف يكون إما بالرجوع للتفاسير موثوقة أو سؤال للعلم أما أنك تتدبر مباشرة وأنت ضعيف في اللغة وضعيف في المحتوى العلمي وضعيف في معرفة أسرار البلاغة إلى آخر من الأشياء وسباب النزول وسباب النزول وعلوم القرآن عموما كيف تتدبر تقع في الخطأ قطعا في مثال يمكن يوضح قرب الصورة تدبر الخطأ ما هو التدبر الصحيح في هذه هناك أمثلة كثيرة إما معاصرة وغير معاصرة يعني مثلا في قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال هذا يدل على حرية الاعتقاد يعني بعض الحدثيين والذين يتكلمون في أنه نقرأ القرآن بلا واسطة مباشر ونفهم قال نحن عرب ونفهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال هذه حرية اعتقاد وثم بانا عليه حكم وقال الغاحد الردة لأن القرآن يخير من شاء يؤمن ومن شاء فليكفر هذا لا يعرف يعني على ما قال حسن البصري ذكرته الكتاب فقال أهلكتهم العجمة يعني هذا جاء يعني خطأ وعجمة لسانه وعجمة معرفته بأسرار اللغة العربية هذا لا يراد به أصلا التخير لا يراد به التخير هذا كله تهديد ووعيد يعني الله عز وجل يهدد ويوعد من اتخذ هذا السبيل ولذلك يقول ابن جليل هذا كله تهديد ولموعيد الذي قال فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر لكن أريد أخ عمر تكمل آية يعني هو لو أكمل آية لازال الإشكال عنده مباشرة إنا أعتدنا للظالمين نارا يعني أنت الآن فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر لكن ترى أننا أعتدنا للظالمين هذا الدليل على الوعيد هذا الكلام دليل على الوعيد فإذن هذا يعني أحد الأخطاء المنتشر جدا يعني تجد أن هذا إن عكس على جمع من الحدثيين ومن التكلم أن هذه الآية أصل أصيل عندهم في حرية الاعتقاد خطأ كبير جدا ولو رجعوا للغة أو رجعوا لأقوال المفسرين لازال عندهم الإشكال لكن هذا من إشكالات عدم التزام بمقوّل مثلا هل تسمح الوقت أن يذكر مثل آخر جيد يعني تدبر حقادي مثلا بعضهم وهذه انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي أنه بعضهم قال أن الذكر قائما أنك تذكر الله عز وجل قائما أفضل من ذكر جالسا طيب ما الدليل؟ قال الدليل أن الله عز وجل قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا فقدم القيام يعني أحسن تقدم القيام وقعود فيدل على أن الذكر قائما هو أفضل نقول هذا خطأ هذا تدبر خاطئ لماذا؟ لأنك لا تعرف أن الواو في اللغة ليس شرطا أنه تقتضي الترتيب ليس شرطا الذين يذكرون الله قياما وقعودا يعني العطف ليس شرطا وإنما تفيد مطلق الجمع يعني هذا كله مطلق الجمع ذكروا السبوي وذكروا جمع من النحويين على أن هذا يفيد مطلق الجمع وهذا أيضا مخالف لكلام السلف كله يعني تذبر السلف حتى بأقتادة قال هذه حالاتك كلها يا ابن آدم إما أنك هي حالاتك إما أنك جالس أو على جنب أو قائم المهم أنك تذكر الله عز وجل على جميع له فليس لها ليس لها سبيل تفضيلي وهذا الرجل الذي تدبر لو فهم معنى الواو في اللغة ومقتضيات اللغة وسياقات هذه الآية لما أتاها أرتاح أهلكاتهم العجمة نرجح نقول الله نستعى مثلا تسمح لي في هذا مثال عشان ما أنساه جميل هذا مثال ونختم به يعني مثلا وهذا انتشرت كثير في الجوالات وفي بعض المعاصرين قال في قول الله عز وجل عن موسى قال فاخلعنا عليك الله عز وجل أمره أن يخلعنا عليه ثم هذا أن يبين للناس قال خلعنا علي فأتي العصاء يعني موسى اخلع الدنيا من رجلك تمسك الهبات بيدك عبارة تشوفها جميلة جدا ولكن عند التدقيق العلمي ناجد أن هذا خطأ لماذا لأن الله عز وجل أمره بخلع النعلين لماذا قال اختلف المفسرون في هذا منهم من قال أنها ليست طاهرة ذكر ابن جري الطبري في تفسيره أنها قال أن الله عز وجل أمره أن يخلع النعلين لأنها ليست طاهرة والقول الثاني وهو الذي ارتضاه ابن جرير قال أنه أمره بخلع النعلين لأجل بركة الوادي ولأجل أن تباشر قدمه قدم موسى عليه السلام بركة الوادي فقال هو المرجح عني الطبري ولذلك لحق الآية لحق الآية ما هو قال إنك بالوادي المقدس طوى يعني التسبيب واضح واضح فحينما يقول فقلعني عليك إنك بالوادي المقدس طوى هذا لو حجك بالاستئناس بس ما تقدر ترد علي لو حجك بالاستئناس أنا هذا الاستئناس سيقول لك هو طبعا عشان تقوم بالصورة ذكروا بعض المفسرين الذين يتذوقون الذوقيات شو قال الشوكاني قال هذا من بدع التصوف أو قال من بدع التفاسير وأنكر عليه جمع المفسرين قال هذا يعني قد يعني فيه ذوق وفيه كذا لكنها ليست صحيحة مخالفة وأنا دائما أقول سبحان الله أكثر الأخطاء إنما هي من العجمة اللغة وعدم معرفة السياق فأنت دائما أربط الآية بقبلها أو بعدها سبب نزوله يتضح لك المقام تماما فلا ندعو إلى التكلف يعني بعض الناس يتكلف كثيرا في التدبور ومثل هذا اللغة لكن لو رجع إلى التفاسير وهذه خطوة مهمة أنت ذكرتها والشيخ محمد العثمين كان يوصي فيها يقول إذا أردت أن تنمي ملكة التفسير عندك ملكة التدبور أنك تأتي الآية مثلا تأتي صورة لإلاف قريش إلاف امرحة يقول تستنبط منها وتفهم ثم بعد ذلك إذا كتبت هذا تعرضها على التفسير المعتمد عندك هل تشوف خطأ ولا صح؟ تصحع الخطأ أو تسأل العلماء هذا مهم جدا من أراد وأذكر أنا يعني اشتغلنا في مشروع لبعض الطلاب فكلنا نقول دعونا نتدبر صورة الأحزاب فكان يتدبرون من أنفسهم طبعا هم الطلاب دراسات علية فما فوق ثم بعد ذلك نعرضها على التفسير فالخطأ نصححه فوجدنا نفع كبير جدا أنك أولا توثل القرآن ولذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى قال نثور القرآن التثوير يقول ابن أثير هو التنقير والتفتيش يعني مفاتشة الآيات فنحن نحتاج أن نثور القرآن يعني نفتش عنه مفاتشة الآيات فهؤلاء فتشوا ثم بعد ذلك لا بد أن يكون عندك حكم ترتضي إما عالم أو كتاب تفسير موثوق جميل أنا كنت بغسل في تقنيات التدبر هل التفاعل منها مثلا لما تمر على آية استغفاء تستغفر الدعاء مثلا تمر على آية والله يحب المحسنين يعني زي الخبر المهم هذا لك فتدعي أن تكون من المحسنين عشان الله يحبك فهل هذا ما يتدبر أو ما يدخل فيه صحيح هذه مرحلة عظيمة جدا من التدبر وكانت النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن يمان في الصحيح أنه كان إذا مر بآية سؤال سأل وآية تعوذ وهكذا وكثير من السلف كانوا يقوم بآية واحدة ذكرها النووي أنه يذكرون آية واحدة يقوم فيها الليل كاملة وهذا لا شك أنه مقام عظيم جدا من مقام التدبر أن الإنسان إذا مر في الآية دمعت عينه تذكر تقصيره دع الله عز وجل سأل هذا التفاعل يعني سبب رئيس من أسباب التدبر وعظيم ومؤثر على الإنسان مؤثر جدا على الإنسان طب من التفاعل والتساؤل ممكن هل في بعض التساؤل محضورة أو لا ممكن أن تتساءل ليش الله ذكر هذا كذا وليش هذا ذكره هنا ليش قدم آية دعاية هو شيخ السلام بن تيمنيه له كلام جميل جدا أن التدبر مجاله في القرآن كل القرآن مجال التدبر ليس هناك آيات لا يتدبر معنا لا يمكن أن الله عز وجل نزل القرآن للبشر ثم يقل لا تدبره إلا الكيفية مثلا كيفية صفات الله عز وجل الكنه مثلا النزول الاستواء مثلا الأمور الغيب كاملة أمور الغيب كاملة هذه أمرنا أن نتدبرها كيف الإمام بها ورجاء الله الدخول الجنة لكن بعض الأشياء التفاصيل التي سكت عن القرآن أمرنا أن لا نتكلم عنها هذه ليست مجال التدبر والباقي كله يتدبر جميل تماما منها الأسئلة أنك تسأل أنك أحيانا تصلي تذكر بعض تقيد هذا السؤال ترجع تسأل يعني كل القرآن هو مجال للتدبر والامتثال لكن كما ذكرنا في القيد السابق طب هل تتدبر أنواع أو نوع واحد فيه عندنا النوع الأول هو تدبر الموضوعات تأخذ موضوع وتتدبر مثلا تأخذ القلب وتدبره في القرآن ثم تأخذ مثلا بر الوالدين تتدبره يعني موضوعات هذا يسمى تدبر الموضوعي تأخذ موضوع ثم تتدبره فيه التدبر التحليلي يعني مثلا تقول لا أنا أتدبر آية الكرسي أحللها وأفسرها تستنبض تكون ما فيها نعم فهو على أقسام يعني من يقسمها على آيات العقيدة على آيات كذا ومنهم من يقسم على تقسيم هذا فهو أنواع المهم هو أن يعمل التدبر في هذه الآيات بشروط وبضوافط المعروفة لذكرناها سابقا طب في هذا المحور في سؤال كذا أنا يعني مدري أنا أعتبر ما هو من تلبي سبليس أو هو صح ما أدري اللي هو الحين مثلا في رمضان ما بين الختمة وما بين التدبر فتلاقي بعض الناس يقولك أنا أهم شيء أتدبر لا تقول لي كم ختمت أختمت ولا تسنى هذا السؤال يعني بعيدا عن الإخلاص وفي بداء العمل وخفاوه فمثلا تجد أنه اللي يختم القرآن يقرى ممكن يمكث خمس ساعات ست ساعات مع القرآن بس اللي تدبر يأخذ له نصف ساعة تمام يتكلم أنه التدبر أهم من القراءة أو هذا القرآن فهنا أيهم أفضل وأيهم مطلوب يعني مثلا لو كانوا كلهم يقضون وقت ست ساعات في القراءة هذا في التدبر وهذا في التلاوة هنا ممكن الصورة واضحة لكن في مفارقة التوقيت والتلبي سبليس بأنه ترى لا التدبر أفضل فخلك عن نصف ساعة هذه ممتاز أنا في اعتقادي أن الجواب يكون على حسب الحال حال الشخص يعني بعض الأشخاص يجد أنه مثلا سبق أنه جرد تفسير تفسيرين فهم هذا أفضل له في اعتقادي سرعة الختمات والقراءة السريعة لتكثير الحسنات فإذا كان شخص مر على القرآن وعنده درس مثلا في القرآن وعنده تساؤلات يعني أنا أذكر بعض الأخوة ما شاء الله يعني قراءة المختصرة في التفسير كامل يقول قراءة ثلاث مرات هذا ما شاء الله يعني حتى تسأل معنى آية يفهمها ويتدبر فهذا لو أكثر من القراءة والختمات هذا يمكن له أحسن في المواسم كما ذكرتك كما ذكر النووي بن حجر وغيره أنه في المواسم ينبغي لك أن تكثر لذلك من قال لك أني أختم مره مرتين أو ثلاثة وأربع من العلماء سابقا له أصبح متدبر وفاهم فهو يريد أن يكثر الخدمات ولكن القراءة القراءات الهذ الذي يتكلم عنها العلماء أيضا نبه عليها النووي وغيره من العلماء أنه ليست هذ تقرأه كقراءة الأمانية لا تعلم ماذا يقول يقرأت هذ لكن في استحضار ليست قراءة هذ بلا حضور قلب أحيانا الإنسان يقرأ هذ لكنه يتأثر هذه المرحلة الشخص الأول الشخص الثاني لا هو يعني يحتاج أنه يعيش مع القرآن آية آية ويتأمل وأنفع لقلبه ولم يسبق أنه مر هذا نقول له أفضل لك أن تتدبر القرآن وتعيش معه آية ولو ختمت ختمة واحدة في رمضان نافعة فهي خير لك فهي على حسب الأشخاص طبعا بن قيم في زاد المعاد تكلم عن المسألة لكن الذكرة لك يعني هو رأي يعني تحليلي شيخ بن قيم ذكر أنه لا أنه الأفضل ختمة تدبرية عميقة أفضل من ختمات كثيرة لكن لم يفصل هل هو مثلا في رمضان أو غير رمضان أو في المواسم التفصيل وجدته عند فقهة شافعية لكن في العموم لا شك أن القرآن تدبره بهدوء قراءة كما ذكرت كثير من السلف يقوم ليلة وكاملة كما قام من بسرعة سلم في آية واحد يتدبرها ويبكي ذكر عن أسماء رضي الله تعالى أنها فمن الله علينا وقان عذاب السموم وعمر الخطاب قرأ آية فعاده الناس وكثير من الصحابة والسلف كانوا يقرؤون آية ويتدبرونها يعني يجلسون طويل لكن في مواسم العبادات كما ذكرت أنت في رمضان على حسب الشخص فإذا أكثر من الختمات أكثر من الختمات بسبيل أنه سبق أنه عرف الآيات وعرف تدبر وأيضا ختمة هذية تدبرية يعني أن نسمي هذا المصطلح هذا يعني ربما أكثر لأجل أكثر وأفضل لأجل هذا الموسم أنه يفوت جميل نودي نختم بهذا السؤال اللي هو ممكن يكون فيه جانب إيماني بحكم الروحانيات اللي في رمضان وهو على طريق رسالتك في الدكتورة اللي هي تدبر القرآن الكريم عند السلف الصالح هل ممكن نختم تذكر لنا كذا مثال في تدبرات السلف في القرآن الكريم نعم صحيح أنا رسالتي في التدبر الدكتورة كما ذكرت هي في تدبر السلف الصالح وأنا أدعو يعني سبحان الله هي جاءت الفكرة أننا كثير من التدبرات الموجودة الآن هي معاصرة وجميلة لكننا أغفلنا البحث عن تدبرات السلف وتدبرات السلف عليها نور والله أنني أقف أحيانا لا أقرأ بعض التدبرات للسلف أنا طبعا لسالتي في نطاق تفسير بنجري الطبري تجد تدبرات رائعة ومؤثرة جدا 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 وإنها تخاطب القلب فأنا أدعو إلى الاشتغال والبحث عن هذه النفائس وعن تدبر السلف الصالح في مظانه تفسير بنجري الطبري تفسير بن أبي حاتم در المنثور إلى آخره البحث عنها والوقوف معها والله أنها مؤثرة خاصة أما في اللغة أما في التفسير أما كبار يعني يأتونك بمعاني عظيمة جدا اسمح لي نذكر لك بعض الله أسلم يعني مثلا نبدأ بعمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه ذكر بن جري الطبري في تفسيره في قول الله عز وجل فمن يريد الله أي هديةه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يقول بن جري الطبري فيما أسنده يقول أن بن عمر عمر الخطاب رضي الله تعالى قال ايتوني براعي وليكن مدلجيا يعني مدلج يعني من قبيلة وليكن مدلجيا وهذه لغة يعني يريد أن يبينها عمر الخطاب رضي الله عنه سيأتي لاحقا ثم بحثوا عنه فآتوا به الصحابة رضي الله تعالى الذين عند عمر فسألوا عمر قال يا فتا ما الحرجة ومن يريد أن يضل ويجعل صدره ضيقا حرجا قال ما الحرجة قال الحرجة يا أمير المؤمنين هي النبتة النبتة بين الأشجار نبتة بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء يعني نبتة جميلة جيدة لا تستطيع أن تأكلها الراعية ولا الوحشية يعني نبتة جميلة بين الأشجار لا تستطيع انتصل إليها التفت عمر الخطاب إلى أصحابه أو قال رضي الله تعالى قال كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير عجيب فشوف كيف التمثيل البديع من عمر الخطاب رضي الله تعالى وبحثوا عن اللغة يعني اتخذ مسلك اللغة يريد أن يسأل الفتى وهذا خبير ثم بعد ذلك اللغة الحرجة معنى الحرجة وراعي عشان يتكلم وراعي يعني عشان يضرب المثال الجميل فقال كذلك قلب المنافق يعني فعلا قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يعني لا ينتفع قال وكذلك قلب منافق لا ينتفع شيء من القرآن هذا تدبر جميل جدا من عمر الخطاب بعد البحث عن معنى هذه الآية أيضا في قول الله عز وجل عن الشيطان في سورة العراف أنه قال ثم يتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكيين هذا تدبر عظيم جدا من قتادة رحمه الله تعالى وقتادة من أكثر السلف عندي الذي ظهر لي نقل عنه من التدبر قال تأمل يا أخي المعنى معنى عظيم جدا يعني الشيطان يقول لأتي لهم من بين أيديهم وعن خلفهم وعن أيمانهم لم يذكر الجهة الفوقية قال قتادة أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله فإذا أتتك رحمة الله عز وجل لا استطيع أن يردها لك أحد يردها لا شيطان هو الغير أجيب الله نستعلم أيضا في قول الله سدنا ندامنا مقبلين على رمضان تمام في قول الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضبوا من ربهم وذلة أبو محمد سفيانة بن عينة رحمة الله تعالى قال كذا كذا قال عندها أصحاب كل صاحب بدعة ذليل كل صاحب بدعة ذليل قالوا يا أبو محمد كيف هذا قال موجودة في القرآن قالوا أين قال اقرأوا الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضبوا من ربهم وذلة قالوا هذا الأصحاب العجل قال أكمل الآية وكذلك نجز المفترين كل الصاحب بدعة ذليل فهم ابتدعوا اتخاذ العجل فقال الله عز وجل قال المغضب من ربهم وذلة قال وكذلك نجز المفترين فقال كل صاحب بدعة ذليل عجيب عجيب هذا سفيان نختم في واحدة طيب سدنا ما في شكرا لعلنا نختم في هذا في قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام قال حينما سأقع عز وجل أنت قلت للناس إلى آخر الآيات ثم قال عيسى كلام يعني معروف جدا ومؤثر قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم عيسى عليه السلام ما قال فإن تعذبهم فإنهم يستاهلون يعني يستاهلون كذا قال فإنهم عبادك يعني الله أكبر من العبار قال قتادة والله ما كان رسل طعانين ولا لعانين يذكرني هذا حديث أنس في الصحيح قال ما كان الله سبحانه وتعالى سببا ولا فاحشا فهذا كان يعني أن الرسل كلهم رحمة عجيب فقال قتادة والله ما كانوا لا طععانين ولا لععانين ولا يسبون الناس فهذا يعني كلها تدبرات تستشعر في أن السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا إما التدبر أصله من اللغة أصله من السنة أصله من سياقات الآية فمبنية على قواعد صحيحة ومؤثرة أحب الشعب وعمر شرفتنا كثير بالشرفة شرفة ماتعة أرجو أن يكون فيه شيء نافع شكر لكم استماعكم وتمنى أن تكون هذه طلة من الشرفة قدمت لكم المفيد وأحب أن نشكر مستمعي الشرفة على دعمهم ونشرهم وتقييمهم وحتى أسهل عليكم عملية نشر الحلقة تجدون في الوصف رابط التغريدة الخاصة بهذه الشرفة فممكن تساهمون في تفعيل التغريدة لتصل هذه الشرفة لعدد أكبر من المستمعين وشكر خاص لجنود النشر في الواتساب جنود مجهولين لهم الأثر البالغ في النشر وأشكر أخي أنور العواضي في الهندس الصوتية وهذا عمر يودعكم إلى أن ألقاكم في شرفة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله